خبر عاجل إذن وردني اللحظة فيما يخص إحصائيات وباء كورونا في الجزائر إذن الجزائر تتجاوز قيمة أو تتجاوز أقول الألف إصابة بفيروس كورونا الجزائر تتجاوز عتبة الألف إصابة لأول مرة منذ تفشي هذا الفيروس في العالم وفي الجزائر عدد الإصابات اليوم في آخر 24 ساعة بلغ ألف وإصابتين يعني ألف واثنين وهو رقم إذن قياسي الجزائر لأول مرة نذكر تتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا مثل الرقم الظاهر أسفل الشاشة عبر الشريط العاجل إذن تمنياتنا بالشفاء لكل مرضى الجزائر بحول الله إذن رقم مرعب آخر تبلغ الجزائر في فيروس كورونا ومنذ تفشي ووصول هذا الفيروس إلى الجزائر إذن نذكر لأول مرة الجزائر تتجاوز عتبة الألف حيث تم تسجيل ألف واثنين ألف وإصابتين مصاب بفيروس كورونا إصابة جديدة في الأربعين وعشرين ساعة الأخيرة شكرا